السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم حبابي في قناة ومشاهدوا اطيارها النهاردة باذن الله كده فيديو تنظيف سريع كده للسطح علشان خاطر طبعا نجهز بقى العشة علشان خاطر البطل هيرقوب باذن الله فزي ما انتو بقى كده شايفين مشاء الله ربنا يبارك يا رب طلعت كده السطح في جولة انا وولادي على السطح شلنا بقى كل اي حاجة في قلب السطح كياس بقى رمل اه تنظيف بقى مطرح البط والفراخ والحاجات دي كلها نضفنا العشش وخلينا كل حاجة زي الفل اه هو الفيديو مهوش كبير علشان خاطر طبعا ابني زياد عاكن علينا بس عاوز اقولك ادعوه بالهداية ان ربنا يهدي يا رب انما اقولك كلمة يسمحها اه طبعا انت عارفان انت سينهم مراهكة والسبيان لما بيكبرهم اه بيبقى لهم كده كلام لوحيدهم كده مش عاوزين حد اي غالطهم او مش عاوزين حد يمشي كم لوته عليهم فادعوه بالهداية فزي ما انتوا شايفين كده طبعا شايفين كل اصلا يعني اغلب كل اللي على السطح كله رامل ليه انحط رامل انحط رامل عشان خاطر الاستقف ما يبصي اه كنت جبت لهم كده رامل وقدت فرشته بحيس لما يعملوا حمامه كده البط وكده عشان تعارفين طبعا ان حمام البط بيبقى اكبر دايما من الفراخ فكنت فرشهولهم طبعا علشان ما يبوزلش السقف او يبوزلي الصبة فزي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله كناسنا كل دوق كله ما فيش يعني عادنا بالضبط بتاع ساعة وكنا مخلصين ابني مازن بقى وقف عندي العشاش وعمال مسك الاسعى زي ما انتوا شايفين كده ورؤى بنتي زي ما انتوا شايفين بقول لها رحفين يا رؤى قدتلي يا ماما بسكى الشوال يا ماما مش عارفة اروح فين طبعا زي ما انتوا شايفين كم شاء الله ربنا يبارك يا رب يخليهم يا رب يترحلفوهم البركة هم طبعا وقفوا معي والله بجد يعني ساعدون الهات ما خلصت ومازن بقى لميلي بقى كل اللي على السطح دوت في شوال كده وطبعا الرمل النضيف يعني احنا حشنا بقى القش والكياس والفضلات بتاعت طبعا البط وكده حاجات ده كلها حشناها في حاجة ان فواحب بيجي اخدها هي كمان نشفة يعني هي مهاش مبلولة او معكوكا وكده هي نشفة مفيش فيها اي حاجة صفناها بس من الرمل وجبنا منخل كده بتاع رمل طبعا خلنا كل الحاجات دي طلعنا الفضلات الوحيدة وطلعنا الرمل الوحده وبقيت الرمل بقى والحاجات دي بسبتها برضو كده هفردها برضو على السطح بحيث السطح عندي ما يبصوا كده زي ما اتوا شايفين كده طبعا كل انا قفين اد واحدة بني بقى طبعا زي ساعة لما شافنا انا بصور قاعد يتنطط بقى ويتعزرن ومش عاجبه اي ان انا اي بصور الفيديو زي ما قلتلكو ادعولوا بالهداية واللي عنده طبعا صوبيان كبيرة كده ياريت يقولي يعني اما بتعاملوا معهم ازاي ان بصراح شايفين قاعد يتنطط ازاي اللي عنده صوبيان كبيرة ياريت يقولي طب يتعامل معهم ازاي لقلني بجد بجد انا احتارت يعني صعب جدا 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 ما بيسمعش الكلام مش معنى ان هو بيسمعش الكلام ان هو بيغلط لا الحمد لله انا مربيه ان هو ما بيغلطش الحمد لله بس هو عين لي يعني مثلا انت قلوله كده يقولك لا يا ماما انا عاوز اعمل كده مش عارف ايه كده يعني ابني مازم بقى مطيع يعني ما بيشوفني بقى اعمل حاجة يقولي لا يا ماما هاتوا هنعمل مكانك هاتوا نشيل مكانك مش عارف ايه كده فربنا طبعا يحميه رب كده وينجحه هو وزياد وشاهدي بنته طبعا ما كانتش معنا في الجولة اللطيفة ديت على السطح كانت في الامتحانات طبعا الناس سنوية عامة وكده في تانية سنة وعامة فطبعا هي بتمتحني الايام دي فطبعا بترجع البيت الساعة سبعة بالليل وهي اصلا كده كده عموما يعني حتى لو هي موجودة ما بتطلعش السطح ما لهاش دعوه باي حاجة من دي خالص يعني هي ما لهاش دعوه بلا بلبط ولا الفرق ولا لها اي دعو المهمة بقى نرجع للموضوع بتاعنا ان هوات السطح بقى زي الفل ما عادش في اي حاجة والحاجة بقيت زي الفل والعشاش كمان فرشتها رمل لما فرشتهاش نشارة علشان طبعا النشارة عوز اوضح لك حاجة النشارة في الصف بتعمل براغيت فما ينفعش ان انت تفرشي في العشاش او في المكان دوت نشارة حطي رمل لانضف لك اشتركوا في القناة